استهلت بورسة الكويت تعاملات جلسات شهر رمضان المبارك على انخفاض وسط تحركات ضعيفة على عموم الأسهم وحالة من الترقب والعزوف من عكس على المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي أغلقت في الخانات الحمراء وشهدت جلسة اليوم اهتمام المتعاملين بأسهم الشركات الكبيرة وسط عمليات شراء في نطاق ضيق ومضاربة ضعيفة في مسار غلب عليه التذبدب مما أثر على حجم السيولة التي ما زالت في مستوياتها المتدنية